بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد أيها الأحباب الكرام أيها الإخوة الانحالين سأبدأ إن شاء الله تعالى هذا الفيديو لإجابة عن بعض الأسئلة وللدردشة مع الإخوة الانحالين جزاهم الله بخير الذين يطرحون علينا الأسئلة ويوجهوننا مما علمهم الله تعالى ويفيدوننا ونحن نتعاون على البرية والتقوى اللهم وفقنا جميعا اللهم أمين بالنسبة للفيديو الذي عنونته لا زال نحن لا يبني شمع الأساس ونحن الجيران من شدة الجوع هجم على نحلينا الضعيف ففرغت عدة صناديق وردتني أسئلة في هذا الموضوع بالنسبة الحمد لله الأخ لتربية النحل شجعنا جزا الله بخير بيقوله بال التي إن شاء الله بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله رب العالم بالنسبة لنادبو شانيل إن أدي بيو وي سي أش أين دوزين أل هاد الأخ طرح السؤال التالي عندي يعني قال في سؤاله سلام خويا طلت على الخالية ديالي ما لقيت لا بيض ولا حبوب اللقاح لم أجد سوى العسل والنحل صغير جدا ولم أرى الملكة فجوبت بيقولي غالبا الملكة غير موجودة حاول تقريبه إلى طائفة قوية ثلاثة أيام ثم ضمه إليها لكي لا تضيع في النحل الذي تبقى يعني باش ما تضيعش في النحل يلك اللي اللي هذا جوابي للسؤال فهو كذلك تقول سجاوبني وقال سأقربه إلى الخالية القوية وأضمه يعني أشاركهما في صندوق واحد هذا سؤال فأجبته وقتله وقتله نعم شاركه مع صندوق قوي والله الموفق سيضع يعني سيضع الضعيف فوق القوي ويكون ويكون بنتهم بينهما حاجز بورق أو جورنال ويتقبو باش يعني يختلط النحل مع المدة وتختلط الرائحة ولا يتقاتل النحل وبالتالي سيضيع في نحله تحلي سؤال آخر قال يودي ماذا أفعل بالعسل اللي رأى عنده قتله إما أفرزه إذا كنت محتاج للعسل فرزه وعصره وإذا كنت ما محتاج شيء لست في حاجة إلى العسل فأعطيه إلى التواقف الضعيفة عندك إذن هذا هو الرديلي لهذا الأخ الكريم نعم نعم سؤال من من الأخ أو ملاحظة من الأخ فاضيل أحمد لما على العنوان الشمع النحل لا يبني الشمع الأساس فكانت الملاحظة دياله عليا أنه قال لي أو دي النحل محال يبني الشمع الأساس لأنه مشغول ببناء الأساس تلقطع الشهد أول وفعلا كنت قطعت الشهد من فوق يعني أما قال لي حاول آخي تتخدم فراز يدوي من أجل أن تحافظ على الإطارات وتسهيل العمل على النحل وفعلا هذا من الأخطاء التي كنت أقوم بها وإن شاء الله سأحاول أن أرجع إلى هاته الأخطاء جزاك الله أخيرا نعم بالنسبة الأخ لقمان مو بالنسبة للسؤال لقمان مو السؤال هو السلام عليكم ورحمة الله عمي حتى في فصلي الصيفي والخريف هذا ربما ترح يعقب على العنوان ديال ديال الش العنوان ديال عمي حتى في فصلي الصيف والخريف يعني لا يبني سؤالي هو أنه لحظ أن النحل لا يبني شمع الأساس في هذه الأيام من من شهر تمانية تسعة ونحن في شهر عشر فقال عمي واش حتى في فصلي الصيف والخريف الإجابة قلت له لم أفهم سؤالك فعود علي السؤال قال يعني هل يبني الشمع في هل يبني الشمع في الخريف والصيف فأجبته جاوبته غالبا لا يبنيه لا يبنيه لا تبنيه إلا الطوائف القوية جدا أما الطوائف الضعيفة لا يبني النحل فيها شمع الأساس ولهذا أزلنا له براويز شمع الأساس لأن كنت قد أعطيته براويز شمع الأساس لكن لم يبنيها ونحن يعني نتجيه نحو ضغط النحل وليس تسيع النحل ضغطه ونترك فقط البراويز التي يغطيها النحل فأزلته مرة أخرى ولهذا هذا من الملاحظات أنني لاحظت أن النحل لا يبني شمع الأساس هذا بنسبة السئلة التي وردت تدخل أخ جزا الله بخير هو أبو حسن عبد الإله فقال لي ولماذا يبني الأساسات في هذا الوقت وهو وقت تراجع النحل فعلا هذه ملاحظة في محلها يعني هذا وقت تراجع النحل إذا لا نعطيه مع الأساس لأن الآن النحل لا توجد مرعاة قوية وهناك الفاروة هناك الدبور هناك تنقل اللحن الرزوز والردوز يعني هناك طائر الوروار فهو في تراجع فنعطيه اسمها الأساس فإذا حرية كفا مع هذه المصائب التي تحيط به في هذه وهذه التي تلات قلت له فعلا لقد تراجع النحل هذا ما نلاحظه تراجعا كبيرا وفرغت لنا كثير من السندق والله المستعين إذن رب يعود على الجميع فإذن نحن في يدي الله فأجبني جزاء الله جزاء الله بخير قال أشكرك أخي جزاء الله خير الجزاء والله طول الله بعمرك جميل اللهم أمين ونحن نربح هذه دعوات طيبة من إخواننا قلت له أنتم من جزاء يا أخي العزيز إذن هذا بالنسبة للفيديو الذي عنهنته ب لا زال نحن لا يبني شمع الأساس ونحل الجيران من شدة الجوع هجم على نحلنا الضعيف ففرغت عدة سند وفي الحقيقة في هذا الموضع الذي وضعته في النحل لاحظت أن نحل الجيران ولقتك لما معي أخذ أحد الجيران سابقا وقال لو دير السندق عندي مريضة وتدخوة ويموت النحل فقال لو دي استعمل العلاج بالتم والتم وبخل التفاح وزيت الزيت وبعض الأعشاب مثل زعتر أزير فليو الشيح تقريبا سبعة أعشاب لكن لاحظت أن النحل المجاور عندما نعطي نحل لنا التغذية يهجم عليه هجوما يعني غريبا و كذلك نلاحظ أن النحل السارق يحمل فوق قدره الفاروة وبمجرد دخوله إلى طواف تنزيل الفاروة إلى البلاويز الحضانة ورغم العلاج ورغم نرى أن لا بد من تعاون لا بد من الإخوة الذين في منطقة يعني معينة مثلا منطقة ثلاثة كيلومترات مستديرة يكونوا تعلجوا يعني في نفس الوقت لماذا لأن النحل تنتقل العدوى من النحل إلى آخر فلابد لقد اقتنعت أنه لابد من كان بعض الإخوة الأساسي الذي يقول أن حالة في منطقة ما لمشتركة المرعاة لابد أن يعالج نحلهم باستمرار والآن وصلت إلى هذه القناعة بأن فعلا لابد من المعالج الجماعية بالنسبة الفيديو الثاني الذي عنونته بتأتينا الفاروة من الجيران سارق المريض رغم علاجنا لنحلينا ولهذا لابد من العلاج الجماعي الأسئلة التي جاء توجيه من الأخ الكريم صادق الكلابي فقال جاء الله بخير أخي بارك الله بك هذه غالبا الهجاء ليست مغربية والحمد لله كلنا إخوة والله تعالى يتبتنا جميعا ووفقنا لما فيه خير الدنيا إذا تريد تعالج الفاروة لازم تضغط النحل أو ترفع الإطارات الزائدة وتخلي حاجز بين الإطارات والمكان الفارغ وفعلا هذه ملاحظة في محل سأقوم بها إذا ضغط النحل نغل براويز التي يغطيها النحل ونرفع الإطارات الزائدة يعني لا يغطيها النحل نزيل نزله ونحاول نعمل حاجز بين الإطارات والمكان الفارغ ولو بحاجز كيفما كان إذن هذه الملاحظة في الحقيقة هذه تدخلات من الإخوة الكرام تتلج الصدر وتساعد رغم هذه هذه الضياع الذي لمسناه ثم أن العلاج سيكون مستمر بالنسبة لما ألاحظه أنه لا يكفي علاج الفارغ أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة فالعلاج يكون مستمر وخصوصا إذا كان العلاج طبيعي لأن العلاج طبيعي هو علاج بطئ وإذا كان العلاج بطئ فلابد أن يكون طويلا لذلك يكون العلاج طويل ولهذا قلت له قال لي نعم صحيح أنا وضعت الدواء منذ شهر واليوم وجدت الفارغ وهذا ما قلناه وصل اللهم على سيدنا محمد